لا تقف الإعاقة عقبة في طريق النجاح فالشاب أحمد شولي من بلدة عصيرة الشمالية تجاوزها ليخلق لنفسه حياة خاصة عبر مشروع أغنام سعت له أمه التي تخلت عن عملها بالتمريض لتحتضنه وترعاه هو ما بيسمعه ما بيحكي بس إحنا دمجنا إله مع الناس هو من هو عمره ثلاث سنين أنا حطيته في روضة ودومت معاه ثلاث سنين تركت شغلي أنا كنت ممرضة وتركت شغلي بس علشان أقعد له في الدار ما أخليه في الشارع يعني أنا أتعب عليه خليت وصرت أدوم معاه في الروضة بس علشان يندمج ماشي قصة كراءة ولا كتابة ولا كان يمسي الكلام ولا أي شي بس المهم أنه يندمج مع الناس ومع الولاد ويضرب صحبي مع الولاد ولحد الآن فيه أطفال كانوا معاه في الروضة صاروا الشباب صحبي معهم لحد الآن في الوقت الذي يرى بعضهم الإعاقة مأساة استطاعت أم أحمد أن تحولها لنعمة بدعم ابنها بمشروع يحميه من الاستغلال والتنمر صارت يعني نفسيته صار يعرف أنه فيه إله هذول غنماته هذول إله خلاص يعني محد يطب فيها محد يسيبها بدي يجي يحط لها يطعميها يشطل فيها لما يحلب لما أعمل له لما أعملته أول مرة لما أولده أنه بعناله يعني شوي من الإنتاج عند الخروف وعملنا له جبنة وبنها جبنة وبعننا لبن منها فصار لما يجي مثلا دخل ويعرف حقها أنه نسرن إله هذول قد يحسب فيهم وخلاص إلي يعني مشاريع تأهيل ذو الإعاقة والتي استقطبتها بلدية عصيرة تهدف لمساواة ذو الإعاقة بغيرهم من فئات المجتمع ودمجهم معهم وخلق فرص عمل تقيهم الحاجة أحمد يعيش مع أغنامه بجو من الهدوء يعطيها الاهتمام فتعطيه خيرها في مشهد يعكس رسالة كل ذي إعاقة لمكان بينكم فدعوني أعيش لفضائية النجاح منال الزعب موسيقى